السوشل ميديا سلاح زو حدين يعني ساعات بتقدم لنا حاجات بتكون إيجابية جدا وساعات برضو بتقدم لنا حاجات وبتكون مؤزية جدا زي التحديات اللي بتعرض حياة الناس للخطر والنصب على المواطنين وغيرها وغيرها لكن ممكن نقول إنه أكتر شيء مؤزي في السوشل ميديا هو الأشياء السلبية اللي طبعا بتتصدر الترند وكلنا شفنا طبعا السنة اللي فاتت ناس ما بيعملوش أي حاجة في حياتهم تقريبا ظهروا على فترات وبقوا متصدرين الترند وحديث السوشل ميديا كلها زي أغنية إنت شويجري وعامل النظافة اللي حصل له مشكلة في محل الكشري وبعد كده اكتشفنا وإنه اتحول لمطرب السؤال اللي حنسأله النهاردة هو ليه فيه ترند سلبية بتظهر ومين السبب في انتشارها وهل فعلا السوشل ميديا هي السبب بما إنها المتهم الأول طبعا دايما ولا الصحافة والإعلام كمان هم السبب ولا المشكلة فين أساسا اشتركوا في القناة